السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولاتي فيه سأل بيسأل عنده مشروع مقاوم من اكتر من مبنى وعايز يحطون كلهم في نفس الملف طيب بداية ما ينفعش اكتر من مبنى تحطه في نفس الملف ليه؟ لان انا كده بتقل الملف وكده ما بقاش تسمية مصبوطة طيب كده هتلقبط في الشيتات وممكن يكون عايزة زبطينا الشيت فهتحط كذا شيت يعني هتخش في دوام كبير اول فقاعدة كل مبنى خليه مستقل بزيته فقاعدة كل مبنى في ملف ريفت اللي واحدة وبعد كده يبقى عندك مثلا ملف ريفت اي وملف ريفت بي وملف ريفت بي سي وملف ريفت دي وهكذا هتقول له لينك ريفت وتبدأ تربط الملفات وتزابطهم كلهم ارجنت ارجي لو انت فعلا كنت تزابط الملفات ديت مظبوطة يعني ملف الاي محطوط في الاكس والواي مظبوط هينزل في مكانه هنا في الملف دواتي طيب لو هو مش مظبوط اكيد طبعا هينصيره كلهم فوق بعض وده هيعمل مشكلة فانت الافضل ان انت تروح للملف اللي فيه المشروع ايه وتخش تزابط في نفس المكان يعني تحمل ملف اللي تكايد مثلا بتاع الموقع العام وتزابط شغلك في النقطة دي يعني قبل ما تبدأ الشغل تبعارف ان ده هيجمع في الكنتينر دوت فلازم يكون المكان بتاعه مصبوط واللي ساعدنا على كده ان انا VV وادخل هنا اشوف السايت افعل السايت وفعل البروجيكت بيست بحيس بمواجدين وعارف ممكن السفر سفر بحيس يبقى عارف مثلا المفروض المبلة ده هنا يبقى هنا المبلة ده هنا المبلة ده في النص هنا يبقى مظبوط على النص بتاعي فدي هتساعدني وتقدر لو حصل مشكلة تعدل في الارقام ديت بحيس ان تبقى الارقام بتاعتك مصبوطة او ممكن برضو من قائمة منج تمام هتلاقي هنا عندك ادوات بتساعدك في ضبط الارقام تمام فزهر جدا ان انت تضبط الارقام بتاعته بحيس ان هما ينزلوا مصبوط لو ما نزلوش مصبوط يبقى انت هتضطر ان انت بتعمل البروجيكت دوت وتعمل له موف للمكان اللي انت عايزه حسب اللي هي اوت او او الخريطة بتاعت المكان تمام فالافضل ان انت تدقى مصبوط بان انت كل مبنى عارف ان هو هتجمع معك في الكنتينر بتروح مظاباته في مكانه مصبوط بحيس ان انت لما تقوله insert link rivet انزل مصبوط urgent origin اشتركوا في القناة